السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهوتنا سنقترح لكم اليوم واحدة تحلية سهلة وسريعة وبسيطة جدا ولكن طعمها رائع محببة عند الغالبية العظمى للناس. تحلية هي تيراميسوس صراحة انا تشاهدها هاد الايام يعني جاتني خاطر عليها هي بالذات يعني ماشي اي حاجة حلوة فنتوجتها وقلت لي ما لا نشاركها معكم. طبعا توجدها ولكن اللي كيميزها هنا انها بدون جبنة ماسكربون وبدون بيض يعني الناس اللي كيتحسسوا من البيض وما يعجبهمش يعني هنا راه ما كينش وبالنسبة لجبنة الماسكربون فكتبقى شوية منها زايد فغادي نعملوا البداء الموجودة عندنا اللي مناسبة وزوينا. هادي نبدأ بسم الله وعلى بركة الله اول حاجة غدي نحضرها هي القهوة فشغادي نغطي انا هنا استعملت القهوة سريعة الدوبان اعملت تقريبا ثلاثة معالق كبار عامرين مزيان شحل ما بغيت انك هاد القهوة تجي قوية اكتره اذا بغيت تعصرها يعني تحضرها هكذا علي اديكم عملوا انا اختارت الاسهل والحاجة الموجودة واحد الاضافة يعني كاتبقى لكم انا كيعجبني نحل شوية ديك القهوة اللي كنغطي فيها الصوابع البيسكويت فتفت واحد واحد ازوج مع القلتة لا تنذكر اذا ما بغيتوش بلاش هنا فاخويت عليها شوية ديك الممغلي وغادي نحطها جانبا باشتخذ وقتها باشتبرد المكونات الاساسية ديك الطبقة الكريمية فعندي الجبن انا اختار جبن عادي موجود عندنا في السوق ولكن ارتب وناعم كريمي فغادي تاخدوه هنا غاستعمل تقريبا هي المفروض مع هذا المقدم نعمل رابعة ديالجبن فهذه العلبة هذي انا اللي كنخدم بها فيها مية وستين جرام فعملت علبة كاملة ونصف العلبة الثانية يعني ميتين واربعين جرام يعني انا قربنا لرابعة لربع كيلو اذا تكملوا يعني تعملوا حتى بزايد تعملوا زايد شوية ممكن هنا غادي نخفق الجبن مع السكر عندي هنا تقريبا ثلاثة دل معالقة مرين مزيان ديال السكر بودرة الكريمة اللي غادي نخدم بها وريتها لكم راها محلات فراعي وهاد المسألة هذي يعني ما تكتروش السكر بزاف ليجيكم تاني حلو أكثر من لازم غادي نبدأ نزيد نخفق داك الجبن باش نعمه مزيان هنا غادي نخفق غادي نخفق مزيان حتى نحصل على واحدة الجبن ناعم جدا عندما تشوفوا كي ولي ناعم شفتو ما كيبقاش يعني قوي صح واحد شوية كما عملنا في البداية غادي نحطوه جانبا غادي نحط ايناء فاش غادي نحضر الكريمة غادي ناخد هنا هنا عندي الكريمة دي الخفق الجاهزة خمسمائة ميلي لتر هذي محلات يعني فيها السكر لأنه كينين لما فيهم السكر وهنا غادي نضيف على باش نزيد يعني نوقفها شوية هذي نوع الكريمة أنا فيت خفقها بوحدة كتشوية خفيفة فباش نزيد نوقفها شوية تقريبا ثلاثة المعالق دي البودرة الشنطية لأنني أصلا أنا فيت خدمة بها وعارفها هكا جي شوية خفيفة فغادي نبدأ نخفق هكدا ما غادي نخفق تماما شوفوا توصلوا غير لهذا القوام غادي تحبسوا باش تضيفوا الجبن ذاك الجبن اللي خفقنا في البداية مع السكر غادي تضيفوه عاد باش غادي نكملوا الخافق غادي نخفقوا هاش تماما تولي مني نضيفوا الجبن غايجيكم صعيب ذاك المزج ديالهم مع بعضهم وهنايا بعد ما ضفت ذاك الجبن كامل غادي نبدأ نكمل الخافق يعني الخافق ياخد واحد المدة يعني واحد المدة شوية معتبارة مشيزع مضغية هنايا الخالط جاهز سوف نبدأ التركيب حالة ديالنا سوف تأخذوا قالب مناسب بالنسبة لهذا القلب انا عملها كبير يعني كان عندي الغرض لانك تزماغ نفرق منها فعملت واحد القلب كبير تقريبا الابعد قاعدًا تقريبا الابعد كان بنسبة الابعد تنيا نتعرف 25 إلى 25 وكيف كان عبره المصطر ولكن القعر سوف يكون 25 لانه مال من الجنب كيف سوف فهو أذكر سوابع البيسكويت لا تغرقوا تغطي البيسكوية تغطي البيسكوية تغطي البيسكوية تغطي البيسكوية نستغيط بأدوات مطبخة نستغيط طبقه يجب أن نرى البيسكوية تغطي البيسكوية يجب أن نرى البيسكوية تغطي القطاع تحليات سريعة إستعمال تحليات سريعة أفضل نظر يجب أن نرى البيسكوية كيف تقوم بسرعة يجب أن تخلق كاكاو لا أحدث كاكاو يجب ان تغيير الون تغطيها تماما بالكاكاو سوف نقطعها و سهل في التقديم نقوم بسهل نقوم بسهل نقطعها قطعت واحد القطيعه احتدي الجن بالولا اللي قطعت رجعتني سهله ما شاء الله شاهي وزوين وهذه الكميه اللي عملت راه كبيره راه معتبرا راه فرقت منه على زوج تحضير سهل و سريع ومراحل معقده يعني بنية صغيرة توريها هاد الفيديو غتنو تصوبه تمنى تجربوه بهذا الطريقة هذي وان شاء الله غادي عجبكم بزاف نحن نقولها لكم فش كان حطش فيديو ديال شيتا حليه كان بغن نقول لكم انه منين تبغي تصوب شي تحليه انا ما انا مني كان بغن نصوب شي تحليه انا الى تقديتها كلها في نهار واحد را ههدي نحس بها مقيمة علي شوية غالية أخذت الكريم لأن الكريم فيها مدة صلاحية طويلة فضعت الكاكاورا و البودرة الشنطية فضعت الكريم بالعبار و تقام أرخص فأخذت الكريم بالنسبة للجبن دائما نأخذه من كغفوغ دائما يعملون فيها عرض يعني هذه الباكية المزدوجة التي تكون مناقصة كل مرة فأنا كنستغل هذه العروض و كنتقدم منها شيء يعني لا نأخذ الكريم باكية فردية تقام غالية وعليما لا نأخذها ولكن نأخذها دائما من كغفوق وإن شاء الله تجربوا التحلية وتعجبكم